ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكن مهما أحاول مع كبر سني وكثرة مشاغلي فهل من نطيحة لي لأحفظ القرآن نعم اجتهد استحابه ما حفظ القرآن له وهم كبار استحابه حفظ القرآن وهم كبار ولكن الجد والاجتهاد والحرص والصدق والرغبة الصادقة وبتوفيق الله عز وجل هو الذي مكنهم من ذلك إذا أنت اجتهد وحرص تسأل الله عز وجل أن يوثقك للتحقيق ما تريد معدد الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما فأتستعم بالله فأنت يفعل الأسباب واستعم بالله واسأل الله عز وجل أن يستربك ما تريد من خير الدنيا والآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر